موسيقى في إطار تكويل مستمر المهم في الحياة المهنية بالنسبة للصحفي واليوم أتحدث عن نفسي أن هذه الورشة التكوينية مهمة جدا في مصاري المهني حيث تمكنت من ضبط المصطلحات والمفاهيم فيما يخص هذا الموضوع الشائك والكبير الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين استفدت كثيرا دون مبالغة طبعا لأنني اشتغلت على كذا موضوع في نفس الإطار لكن اليوم حددت المفاهيم والمصطلحات بالضبط خاصة بالنسبة مثلا اشتغلت على موضوع تهريب المهاجرين واليوم أكتشف أن هناك استغلال لهؤلاء المهاجرين خاصة في الجنوب الشرقي وفي شرق المملكة اشتغلت مع العائدين من بؤر التوتر من سوريا والعراق وكذلك أكتشف أن هناك شبكات للتجار في البشر من خلال التغرير بهم ومن خلال استغلالهم كأنهم سيعملون في مجالات أخرى ولكن يغرروا بهم إلى حين يجدون نفسهم داخل بؤر التوتر واشتغلت مع النساء كذلك عدنا من سوريا واليوم تأكدت مئة بالمئة أن هنا كنا ضحية لاستغلال من طرف أزواجهم لأن الزوج أخذ معها الزوجة إلى سوريا مثلا بدريعة أنها تكون قريبة منه ترعاه ولكن حين الوصول إلى تلك البؤر اكتشفنا العكس وفعلا السلطات المغربية تابعت الموضوع مع كل هؤلاء الضحايا أو المتهمون نحن جد سعادة بهذه المشاركة مع إعلاميين مع صحفيين مهنيين في هذه الورشة التدريبية والتحسيسية حول مكافحة التجار بالبشر وأكيد بشراكة مع جمعية إعلامية عدالة لمواصلة كل الأعمال التحسيسية والتوعوية خدمة لتوعية المجتمع في هذه الظاهرة التي باتت تؤرق بالمجتمع الدولي بسفة عامة وعلى وجه الخصوص بالمغرب بشراكة مع اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة التجار بالبشر وأكيد مجهودات مهمة جدا ستنفتح حول مختلف توصيات التي كانت وتوجت من خلال هذه اليومين التدريبيين لبلوغها إلى مرتبة التطبيق وتوصيات مهمة في تقوية قدرات الصحفيين المهنيين في هذا المجال في مجال العلم النفس في مجال العلوم المتخصصة والتي لها علاقة المجال القانوني كذلك والتي لها علاقة بهذه الظاهرة التي نشكر المنظمين على اختيار هذا الموضوع في مجال العلم النفس كانت واحدة لزوينة ولكن سيكون مهاجئة وفركتورة حيث كانتني أن نضبط مفاهم أكثر متعلقة بالتجار بالبشر ونقوم بمقارنة ما بين التجار بالبشر وما بين تهريب المهاجرين هذه التجربة ستعاوني بثافة الأزارتك لأنه التراثمان لن يكون تراثمان سوبرفيسيال سيكون تراثمان تراثمان لتراثم جريدك ولا بخص جريدك ولكن سيكون تراثمان افكاس لذلك يمكنني أنه أببغ أنني نوصل المعلومة المتلقي أنني أتراثم الأزارتك لنقوم نقوم نقوم بالتجار هذه الورشة التحسيسية كانت جد مفيدة رفعت اللبس على الكثير من المفاهيم التي كانت ربما مغلوطة عند بعض الصحفيين خاصة أثناء تعاطيهم مع ظاهرة التجار إبو البشر أو تهريب المهاجرين فرقنا بين مجموعة من المفاهيم وستفدنا من هذه دورات كوينية التي نتمنى أنها تكون دورات أخرى من سقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة